البعض قد يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه فوق منزلته ولذا بعض غنات الصوفية يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلوه إلى مقام الرب عز وجل ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في طيح البخاري لا تطروني يعني لا تبالغ في مدحي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولذا قال بعضهم دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم إلى أن قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغلوف فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلب نسأل الله العالمين ولذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عقد رحمه الله أبوابا في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحم التوحيد وسد كل طريق يصدق إلى الشر فذكر في جملة ما ذكر من الأحاديث ما جاء في المسند عن عبد الله بن الشيخير رضي الله عنه أنه قال قدمت في وفد بني عام فقلنا له أن تسجدنا فقال عليه الصلاة والسلام السيد هو الله سبارك وتعالى قالوا أنت أفضلنا وأعظمنا قولا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله